اهلا بكم الى موجز الانباء تهم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ايران بمهاجمته معملين لتكرير النفط بالسعودية مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن واردت صحيفة نيويورك تايمز ان المسؤولين امريكيين وسعوديين يشتبهون في ان ايران ارسلت فنيين لليمن لتدريب الحوثيين وقالت الخارجية الايرانية ان اتهام ايران بالوقوف وراء الهجمات على المنشاة النفطية السعودية واهية ولا اساس لها قتلت سيدة بقصف لقوات النظام على بلدة كانصفرة بريف ادلب الجنوبي وفاد مراسل حلب اليوم بان قوات النظام المتمركزة في خان شيخون والهبيط استهدفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ بلداتها كفر سجنة والركاية ومعرزيتها والعمرية وجبالها وكفر عويد واضف مراسلنا ان القصف المدفعي والصاروخي يتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي جنوب ادلب اكد رئيس تركي رجب طيب اردوغان ان تركيا ستركز مباحثاتها في القمة الثلاثية مع ايران وروسيا على التطورات في ادلب بما فيها نقاط المراقبة التركية ومحاربة التنظيمات الارهابية في المحافظة على حد قوله بدوره قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو ان القمة الثلاثية ستناقش الملف السوري وخاصة تشكيل اللجنة الدستورية بعد ذلك سيتم تحدد قمة رباعية بين روسيا وتركيا وفرنسا والمانيا حول سوريا اصدر فريق منسق الاستجابة في سوريا بيانا قال فيه ان 1453 مدنيا قتلوا في ادلب منذ توقيع اتفاق سوتشي الاخير واكد البيان ان قوات النظام وروسيا يستمران بخرق اتفاق وقف اطلاق النار من طرف واحد في مناطق شمال غرب سوريا والذي اعلنت عنه روسيا اواخر ابا الماضي قال السيناتور الجمهوري لينسي جراهام ان على الادارة الامريكية وضع احتمال شن ضربة عسكرية ضد منشآت نفطية ايرانية على الطاولة وانشر جراهام على تويتر قائلا لقد حان الوقت الان لكي تضع الولايات المتحدة على الطاولة هجوما على مصاف النفط الايرانية اذا استمرت الاخيرة في استفزازاتها او زادت من تخصيب اليورانيوم نهاية الموجز نتابع بعد قليل برنامج جولات